كان الحاكم قويا فسمعا وطاع وإن ضعف الحاكم فسيرى منا ما لم يرى كارثة مثل ما كانوا يسعوا أمام في عهد شو اسمه مال ليبيا؟ انسيت والله رحمه الله القذافي رحمة الله عليه أسأل الله أن يرحمه وأن يدخله في سيح الجنان وأن يتجاوز عنه له ما له وعليه ما عليه لست بربه ولا أنا أقول هو في النار ولا أقول هو في الجنة هذا بأمر الله فرحمه الله نحن كمسلم نرجو الخير لكل أحد فرحمه الله كان سابقا أصحاب الفكر الديني والقدوات الدينية يهرعون إليه صح؟ ويتسابقون إليه ويدعون له لما وقع أول شرارة فتنة انقلبوا عليه إذن هذا خطاب ديني يعني كأن أنا مع القوي إذا كان الحاكم قوي أنا معه إذا ضعف الحاكم أنا براويك أنا مع الشعب هذه السياسة القدوة الدينية أنا مع الأقوى كارثة سياسة الدينية التي أنا مع الأقوى كارثة ترى مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم مر في مرحلة ضعف وكان أبو بكر معه ما تركه في مكة هل قال أبو بكر أنا مع الأقوى؟ رضي الله هل سيعذر الله عز وجل الشان في معركة بدر من وقف مع قريش لأنهم أقوى؟ لا كن مع الحق كان قوياً أم ضعيفاً فمثال آخر أيام حسن مبارك كان رجال دين يهرعون إليه فلما وقع ما وقع في مصر انقلبوا عليه في الشام انقلبوا عليه كل ما كان انقلبوا عليه فيعطيك دلالة إذن عندنا علة في القدوات الدينية هل هم مع الخطاب الديني أم مع الخطاب السياسي؟ هل هم مع الخطاب الديني أم؟ لهذا تجد الله عز وجل دائماً لما يخاطب القدوة لأنك أنت الفكرة التي تطرحها ليست لك أنا كوسيل لو أخرج على الإعلام أتكلم بمسألة أو فتوى ربما أتبنى رأيي صح أخالف ما أقول أحياناً ربما أنا أتبنى رأيي أخالف ما أقوله لأنني أعلم أن الشاب يتبعني الشاب يسمعني الصبية تسمعني الطفل المرأة فليس كل ما يعلم يقال فأن نخاطبهم على قدر ما نسهل به على الناس طالما ما لم يكن حراماً أو إثما طالما لم يكن حرام أو إثما هذا هو الخطاب الديني الذي نريده الآن